للمزيد من القراءة العسكرية حول كل هذه البيانات الإسرائيلية والتحركات أيضا في قطاع غزة من بيروت ينضم إلينا الخبير العسكري والستراتيجية سيد ناجي ملاعب سيد ملاعب أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاين نيوز عربية وقبل أن نتحدث عن طبيعة التحركات في شمال القطاع أو حتى سيناريوهات الدخول إلى جنوبه ما قيمت ما تم عرضه من الجانب الإسرائيلي من الناحية العسكرية القول أنه نفق بطول 55 متر 10 أمتار وأنه يؤدي إلى درجة عميق وغيرها من الأشياء التي تم عرضها حتى في الإحادة اليومية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هل هذه أدلة كافية على وجود ربما مقار لقيادة حركة حماس تحت مجمع الشفاة؟ يعني يكفي أن هذا المجمع هذا الإعلان والمصور أنه اكتشف تحت سيارة مفخخة ومتفجرة لن تكون هذه السيارة داخل المشفى يعني أن تكون مفخخة ومفجرة وجاهزة للتفجير لن تكون في أي باحة من باحات المشفى حتى وليس داخله لذلك ممكن أن يكون هناك نفق وتحت هذه السيارة ولكن هذه السيارة هي خارج إطار حتى مواقف السيارات في المستشفى لن تكون قرب أي سيارة لذلك يعني ما تبدعيه إسرائيل أنها وجدت أي شيء داخل هذا المشفى هو غير صحيح هذا ليس داخل المشفى نعم ممكن هناك مئات فتحات التي تؤدي إلى الأنفاق أنفاق شبكة هامة من الأنفاق تحت غزة أكيد لديها مئات المداخل وليس مدخلا واحدا حتى أن هذا المدخل لم يؤدي إلى أكثر من 55 متر يعني فيه ممكن أن يكون لإخلاء معين لدفن ضحايا لست أدري هدف استعماله يعني بالضبط هذا هو السؤال 55 مترا بالطول وبالعمق 10 أمتار يعني ما هي الفائدة العسكرية من نفق بهذه الإحداثيات ليس فقط بالنسبة للإعلان الإسرائيلي حتى بالنسبة لحركة حماس بالنسبة لحركة حماس قد يكون بداية نفق هذا ولم يصل إلى شبكة الأنفاق في الداخل ممكن أن يكون حفرة حتى يصل إلى شبكة الأنفاق ودوهم من الوقت أو لم يعد يتمكن من إكماله وهو بداية نفق وليس أكثر من ذلك سيد ملاعب السؤال الأبرز اليوم هل ستنتقل العملية البرية الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة؟ أم عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي أن العمليات ستكون نحو الجنوب؟ ما المقصود بذلك؟ وفق أي عمليات؟ برية أم زيادة في وطيرة الاستهدافات والغراض كذلك؟ نعم إسرائيل اعتمدت بما نسميه نحن العسكر عملية حركة الحركة والنار الحركة والنار تتقدم الآليات وتطلق النار إسرائيل استخدمت هذه المرة النار والحركة النار والقصف والتدمير والأرض المحروقة من ثم الانتقال والحركة ولكن طالما أن هناك مقاومة وشهدناها في معظم الشمال هناك تراجع بتقدم الآليات من بعض المحاور واعتماد التحصينات تتراجع الدبابات وتقوم الجرفات بتحسين مواقع هذه الدبابات بحيث تصبح ثابتة في مكانها استخدم فقط للنار ولكنها تصبح مقتلا إذا ما تمكن رجال حماس من الاقتراب منها إلى مسافة سفر والقضاء عليها لذلك أن الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية في الشمال والارتداد إلى مواقع دفاعية في الشمال هو يدل على أن في الشمال لا يستطيعون حتى اليوم أن يقولوا احتلوا الشمال وبالمقابل لماذا الاتجاه نحو الجنوب كان يتم تصوير وجمع الشفاء بأن الوصول له هو الوصول إلى قيادات حماس الآن ما هو الهدف القادم المركزي بالنسبة لإسرائيل من الناحية العسكرية في جنوب قطاع غزة لأن مجمع الشفاء لم يجدوا فيه ما كانوا ينتظرونه هم في مجمع الشفاء حاصروا كل المداخل وسكروها بشكل أنه لا يخرج أي موجود في المستشفى من الطاقم الطبي أو الموجودين إلا من معبر واحد هذا المخرج الذي صنعوه تمكنوا من وضع تقنية الكاميرا التي تتعرف على الوجوه وهم أكيد يختزنون كمية كبيرة من صور قادة المقاومة من الصف الأول أو حتى الصف الثاني ولكن لم يظهروا بأي فيديو أو أي بيان أنهم تعرفوا إلى أحد من قادة المقاومة كان موجودا في المشفى لذلك رغم استخدام هذه التقنية فإن هذا المشفى لم يكن مركز قيادة لذلك اتجهوا جنوبا اليوم عندما لم يعثروا على قيادة مقاومة أو حتى أحد قادة المقاومة أو مراكز القيادة اتجهوا جنوبا الاتجاه جنوبا لعلهم ممكن أن يدركوا أن داخل المستشفيات هناك من يعالج من إصابة هناك من قتل نتيجة الاشتباكات من قادة المقاومة حتى يخرجون بنصر ما أمام شعبهم مثلا سيطروا على ميناء غزة ولكن هذا الميناء متوقف هذا مرفأ وليس ميناء هذا ميناء للسيادين وليس أكثر هذا يقود لحقيقة ما تقوله من نقاط هم جدا يقود لحقيقة بدأت تتكشف مفادها أن إسرائيل هي بلا خطة في قطاع غزة وأنها دخلت لهذه الحرب دون خطة عسكرية واضحة وبأهداف مشتتة إلى أي مدى هذه القراءة اليوم تتفق مع ما يحدث في الميدان العسكري إسرائيل لم تكن جاهزة ولم تكن هي من وضعت الخطة إسرائيل فوجئت بسبعة أكتوبر بما حصل وبناء عليه بدأت بعملية انتقامية كانت قيد إرباك في المستوى العسكري والمستوى المخابراتي والإعلامي شاهدناه في الداخل الإسرائيلي وكذلك مع المستوى السياسي لذلك كل هذه العملية هو تحت سطار القضاء على حماس لم يستطيعوا ولن يستطيعوا القضاء على حماس يعني المعارك لم تبدأ بعد كما نرى في الشمال يعني خلال 45 يوم ما زال يطلق الصواريخ من الشمال وما زال القتال في الشمال وهم يتجهون جنوبا الحجة هي مسح حماس ولكن ما ينفذ على الأرض هو التدمير ثم التدمير ثم التهجير ثم هناك مشكل كبير سيحصل في الجنوب أمام هذا التهجير الذي حصل إلى الجنوب خان يونس مدينة تستوعب أربعمائة ألف اليوم يوجد فيها مليون وأربعمائة ألف أين سيتجهون وجهت لهم مناشير للاتجاه نحو رفع ولكن من رفع هل تستقبل سيناء أي مهجر هل هذا الوضع سوف يجعل هناك مشكل ما بين إسرائيل ومصر هل يتجه الجيش المصري إلى رفع وبالتالي يمنع خروج أي مواطن فلسطيني من رفع عبر رفع هل تتجاول الوئيات المتحدة الأمريكية تأتي في إجابتك ولعله قبل ساعة فقط كان هناك عرض حتى لما قالت إسرائيل أنه محتجز بيوم السابع من أكتوبر تم قصياده إلى داخل مجمع الشفاء إلى أي درجة ستنعكس هذه الدلائل الإسرائيلية بحسب روايتها على عمليات الدعم أو حتى سر العمليات العسكرية القادمة يعني سؤال كبير نختم به هذه المداخلة شكرا جزيلا لك ضيفي من بيروت الخبير العسكري والستراتيجية سيد ناجي ملاعب على ما تفضلت به معنا من قراءة قيمة شكرا جزيلا لك